أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموية قيام مؤسسة صنع الخير بتوقيع الكشف في تخصص العيون على ألفين مواطن من أهالي قرى كرانشوا والقرى المحيطة بمركز باسيون بالغربية وقرى أشمنت والقرى المحيطة بمركز ناصر بمحافظة بنسويف يأتي ذلك في إطار المرحلة الثانية من مبادرة وصل الخير 2 والتي تم إطلاقها في شهر مايو الماضي بهدف وصول الدعم لمستحقيه من المواطنين الأكثر احتياجا حيث حدد التحالف الوطني خطة متكاملة تستهدف دعم مظلة الحماية الاجتماعية وأشار تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى أن جميع خدمات قافلتي صنع الخير بالغربية وبنسويف مجانية